سعداء هذا الصباح على أثير منتكار للدولية باستقبال وجه من الوجوه المعروفة في المغرب وواحدة من الأسماء التي ترافق المرأة المغربية وليس فقط المرأة المغربية بل المرأة العربية بشكل عام فيما يخص كل ما نحتاجه في حياتنا اليومية تقدم فقرة تاويل في صباحية دوزام على القناة الثانية هدى جنان موجودة معنا شحما ولحما في صباح منتكار للدولية المقدم للعالم العربي وستعطينا أكيد بعض النصائح في هذا الإطار هدى صباح النور صباح النور حنان صباح الخير على كل من يستمع إلينا هذا الصباح أظن بأن النساء اليوم العربيات سيكون سعيدات جدا بمرافقتنا في هذه الجولة أنا أسعد طيب هدى جنان في المغرب يعني تعرفنا عليك من خلال صباحيات القناة الثانية نريد أن نعرف اللحظة من هي هدى جنان قبل يعني الدخول عالم التلفزيون والإعلام بكل بساطة أنا في الأول درست لغة فرنسية وكنت أستاذة للغة الفرنسية قبل من نكون في الدوزام قبل من نولج هذا المجال للإعلام فمن بعد 15 سنة ديال التدريس جاتني الفرصة أنني خلقت مدرسة وهي مدرسة ديال الفندقة والطيران يعني كان مضيفات طيران مضيفات طيران كذلك وفن الطبخ وفن الحلويات دونك مني خدمنا في هذا الميدان هذا جاتني كذلك الفرصة أنني كنت رئيسة جوري ديال واحد لجنة تحكيم ديال واحد كان هناك كونكور ديال لجنة برنامج طبخ برنامج طبخ كان على المغرب وكنت في لجنة تحكيم لمدة ثلاث سنوات ومن بعدها جاتني الفرصة أنني أدخلت للتلفزيون وفي التلفزيون كان عندي أربع فقرات في الأسبوع وكل فقرة كانت عندها تمييز ديالها كنت كان عمل في الأول فقرة خاصة بالطبخ المغربي وكذلك كانت عندي فقرة هي كلها أعمال يدوية وفقرة خاصة بالتاويل اللي كانت فقرة محبوبة جدا عند جميع المغربة وكذلك الناس اللي يشاهدونها عبر القنوات العالمية كذلك وكذلك كانت عندي واحد الفقرة أخرى اللي هي جولة في السوق فجولة في السوق كذلك هي فقرة اللي كان نحاول ما أمكن نجيب للسيدات والسادة كل ما هو جديد في السوق وكان نقدمه بواحد الشكل مع الإضافة ديال بعض النصائح كيفية الاستعمال كيفية كذلك اقتناء بعض الأشياء من السوق بطريقة اللي هي ذكية وهذا العام هذا هذا السنة هذا فكرت أنني كذلك نمشي لواحد الميدان اللي هو مغربي مغربي بأمئة هو الصناعة التقليدية ودرنا واحد الفقرة اللي هي فقرة ديال حرافة فنون يعني أننا نحاول ما أمكن نقدمه الوجه الآخر ديال المغاربة اللي هما كيشتغلوا في الميدان هذا ميدان اللي هو جميل جداً غاني جداً وزاخر لأن فيها ألوان فيها أشكال فيها فن فيه إبداع إبداع كبير كذلك فأنا جد فخور أنني كنقدم هذا الفقرة هذي اللي هي فقرة جديدة ما توحتيش تدريس ولا تدريسين بطريقة أخرى ولكن يعني ليست تدريس اللغة الفرنسية الأكيد لأن المرور ديالي في الشاشة هو كذلك ما نقولش تدريس ولا أني هناك ورشاد مرافقة كتعطي واحد الأشياء اللي هي أنتين ربما كتتبديعي فيها وهذا كنظن أنه كذلك الشيء ما نقولش تدريس لأنه هذي نقول أكثر ما هو اقتصام بعض الأشياء اللي أنا ربما كنضبطها مع الناس اللي هما كيحبوا يعني تركتي تدريس اللغة الفرنسية تركت التدريس نعم دبا الاحتراف ديالي هو التلفزيون المدرسة ديالي كان قابلها ولكن عن بعد لأنني ما بقليش الوقت بزاف ولأنني كذلك عندي بعض الأشياء أخرى اللي ربما عادي نظر عليها من بعد فأتا هي كان نشتغل عليها دبا فهناك تعدد وأنا أحب وأموت على التعدد جميل جدا كل هذا التعدد كما قلت هدى هل هذا حلم يعني حلم هدى من الأول أنها تدخل هذا العالم لأنه وكأنك في النهاية فنانة تقدمين عدد من الأمور يعني تبدعين في هذا الإطار بطريقتك أنت الخاصة كان هذا حلم صراحة أو صدفة صدفة هو من الحلم هو أنني من 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 تحش في الروتينية لأن الروتينية تتقتلني لا أحب الروتينية يعني كل ما اشتغلت كل ما كان يمكننا نعدد ويمكننا نجروا أشياء أخرى اللي هي جميلة ومن كان نوصل لحد لحد كان نقول ربما سوف يخسنا نمشي الحوائج أخرى باش ما يكون هناك ملل حتى الناس كان عرفوا بأن تلفزيون ما يخشي فيه الملل لهذاك يخشي فيه بعض الإبداع ودائما الحب أنك تطلع لما هو أحسن نعم أكيد سأذكر فقط مستمعين بأننا سنقدم لهم مع نهاية هذا الحوار عدد من النصاح وبالأحرى بعض الأمور الخاصة بتقاليد وعادات مغربية على فكرة هذه التقاليد والعادات تطبق في مختلف الدول العربية وعندها معجبين يعني في كل مكان ليس فقط كالقفطة المغربية ولكن كل شيء دمك مثل القفطة المغربية فتاعدتنا وتقاليدنا مشات هاجرات من المغرب الدول عديدة دول عربية كذلك عديدة لولو كي يحبوا هذه التقاليد المغربية اللي هي جميلة جدا نعم طيب عندما تعملين على فقرة من فقراتك مثلا في الصباحيات التي تقدم للمغرب على القناة الثانية على ماذا تركز هدى جنان التركيز ديالي كيكون على أنك خصك الدوز بطريقة طبيعية جدا لأن التلفزيون كي يوري شنو عندك في قلب ديالك يعني الناس يشوفوك كما هي هدى جنان كتدوز في التلفزة كما هي هدى جنان تكون طبيعية في حياتها العادية هذا أول شيء يعني لا للتصنع يخص الواحد يكون طبيعي وطبيعي جدا وكل حاجة تكون مقتنع بها وتكون خارجة من ساميم القلب مني كيكون عندك بطبيعة الحال يخصي يكون هناك واحد شيء من تكون متمكن من الأشياء اللي غادي تقدمها فالتلفزيون أو الإعلام ليس عبت مخش الواحد يتفل ويقول أنا صافر أنا كان عرف غادي نمشي بلا ما نكون مجدا هناك اشتغال هناك تكون عندك ضروري ما تبحث على ما هو الجديد باش كمي كتظهر كتظهر بواحد الجو اللي هو الوجه اللي هو لائق بالتلفزة المغربية وبهذا الناس الجمهور لأن دائما تكون عندك ذاك الهاجس أن كي الناس اللي هما كيشاهدوك كيعتوا وقتهم ليك مني غادي تعتهم ما هو أفضل نعم يعني أصبحنا نحس في السنوات الأخيرة بأنه الإعلامي على مستوى القنوات مثلا أصبح متقرب أكثر وأكثر وأكثر للمشاهد يعني مقارنة بالصورة النمطية اللي كانت عنا في السابق مثلا على المقدم مقدم تلفزيون وما إلى ذلك يعني أصبح أكثر قربا من المشاهد وهذا كنظن بأنه أحسن لأن شوف هو اللي عندك جميل في المغرب وليكن يخليك أنك تشتغل بحطريقة اللي هي سهلة وبدون ما يكون عندنا متاعب ولا عناء وأننا ما عندنا في المغرب لاستغمانيا يعني أنك نجم وحتى المغربي من الشكل دياله هو إنسان اللي خاجول وكيحترم الإنسان اللي كيكون قدامه ربما يمكن كنوا خارجين مثلا مع الأسرة يجيش واحد يقول لك بغيت صورة وليني بطريقة اللي هي لطيفة بدون حرج بدون ما كيحرجك بدون وكيكون هناك واحد يعني خفيف الضل المغربي خفيف الضل ما كيكونش عندك واحد المشكل وكيما قلت هذا القرب هذا كيجي من أن بدنا كيبا أو نبغينا نقرو بين قوسين النجم كيبا هو إنسان اللي هو عادي بحكم أن المواقع التواصل اللي أكتير بزاف فكيظهرت هو كيدير سبور أو خارج مع الأسرة كان فهم بأن إنسان هو عادي جدا بحاله ما كانش الفرق إلا أنه كيبن في تلفزيون أو كيبن في الإعلام فقط نعم هدى جنان أذكر بأنك ضيفة هذا الصباح في مساحة حرة نخصصها لك لنتحدث عن المرأة نتحدث عن المغرب بشكل خاص عن تقاليد المغربية أذكر بأنك مقدمة فقرة بواحدة من البرامج المعروفة جدا في المغرب صباحية دوزيم طيب ما الذي تغير في حياة هدى جنان بعد أن دخلت هذا المجال مني دخلت هذا المجال ربما التقة أكثر في النفس لأن كتعرف بأن الاشتغال في تلفزيون هو شيء صعب وصعب جدا هناك وجه خصو يبن ويبن على الشكل اللي الناس يتقبلوه في الأول يكون الخوف لأن هذا ميدان هو صعب جدا وكذلك تكون تريط خاطر وتقيل يعني ما يكون كل كلمة تقول تكون كلمة موزونة ربما مع تلفزيون زد تخترت وتقاليت يعني حتى الكلام يجي كلام يكون كلام موزون نعم ننتقل إذن للجزء الثاني من هذه المقابلة وهذه المرة سنخصصها لدخولك عالم جديد آخر نعلم بأنه تم إطلاق واحدة من المركات المغربية الخاصة مركة جديدة في عالم مواد التجميل يان أندوان وأنت دخلت أو من بين الجنود الخفاء يعني إذا صح التعبير في هذا الإطار ستقدمين ماذا كيف أتت هذه يعني كيف أتى دخولك هذا المشروع كيف أتى هذا المشروع بكل بساطة أولا أنا جد جد فخورة بهذا المركة المغربية اللي هي كت مشال إن شاء الله العالمية لأنها هناك ضروري بأنها ستصدر العالم لأنه منتوج هو طبيعي منتوج 100% مستخدرات مستخدرات اللي هي من طبيعة الورد الزهر العنبر المسك يعني روائح رائعة جدا وكما قلت لك إحنا فخورين بهذا إنجاز هذا المغربي اللي هو رائح كيف تم دخول ديالي لهذا الميدان هذا هو أنني من كنت التقيت بالسيدة المديرة العامة لسلو أغنوش اللي هي كانت عندها هاد الفكرة باش خلقات هاد الماركة المغربية العالمية كان هي عندها واحد الهاجس واحد الحرقة بغا تدير شي حاجة للمغربيات وكذلك للعالم لماذا فتقد بها وكانت اقترح تعدية أننا نكون من ضمن الناس اللي غادي يكونوا فياناندوان باش يقدموا واحد المنتوجات اللي هي منتوجات من التقاليد المغربية الريتوال المغربية وهذه المواد هذي كلها كما قلت لك من مستحضرات مئة في المئة طبيعية مستحضرات رائعة جدا يعني سيكون لك مكان بالمحل لمحل إذا دخلت للمواقع التواصل لانستغرام ديالياندوان لمكان في هذا المحل بالتجاري تبارك الله 3500 متر كري اللي كبير جدا فقط لياناندوان لياناندوان فقط يعني كان بعض الماركات أخرى اللي هي متوجدة وليني الأكثر لياناندوان عندنا منتوجات كبيرة كتير كتير جدا وهذا كامل الهاجس هو أننا دائما نكون مرافقين السيدة المغربية وكذلك الرجل لأن كان هناك بعض الكثير من الأشياء اللي هي للرجل وللتفل كذلك وللعروس يعني الأسرة كلها إلى مشات لياناندوان كتلقى أي حاجة بغتاعدة تلقى هاتماك فشرف كذلك طيب هدى جنان ذهبنا عندك لهذا المكان ونريد مثلا أن نتعرف على بعض ما سيتم تقديمه في هذا الإطار قلت لغيت الماروكين أو تقاليد المغربية هناك عدد كبير من الأمور داخلة في هذا الإطار طريقة عمل الحمام المغربي طريقة تجهيز العروس مثلا يوم عرسها وغيرها من الأمور الحنة يلا تفضلي نقول لكم بعض الوصفات ما كانت لدينا الفكرة هو أننا في هنا ندوان كانين بعض المنتوجات التي هي كما أقول لكم طبيعية بحل دبعز مثلا البرد كاريت نحضر ونحضر مستحضرات طبيعية التي تطلق مثلا للحمام المغربي أولا نأخذ القوماج ونستعمل الطريقة باش يمكننا نديروا في الحمام اللي هو سهل جدا بأشياء التي هي كذلك طبيعية يعني نأخذ الأشياء أو المنتوجات التي هي طبيعية ونديروا عليها مواد أخرى كذلك طبيعية باش يكون هناك واحد الاسترخاء واحد الحالة من يعني يعني يكون يعتني بنفسه يعتني بالناس اللي كيبغيوا مها فتبغي واحد الوصفة نعطيها الوصفة اللي كنا درسها نيت أنا هنا لهذه الوصفات مرحبا أخذت القوماج ملعقة من القوماج وهذا القوماج هو مادة يعني مادة هي للفرق صيبة أو لمستحضرة من زيت أرغان كنعرف بأن المغرب فيه زيت أرغان وكي ربما هو بلد آخر كنعرف اللي عندهم هذا الزيت هذا لا على غير يعني وهذا المنتوج هذا كننزيده معه كنحطه معه أربع ملعقات من الحناء المتحون ملعقة من الورد المتحون الورد اليابس المتحون وكنعرف بأن في المغرب عنا الورد جودة عالية جدا عنا ملعقة من البابنوج متحون البابنوج ملعقة ملعقة من الخزامة وملعقة صغيرة من القرونفل القرونفل يعني من بعد ما كنت تغسل وكنعرف بأن الأجواء أصبحت باردة لهذه الأيام هذه فمني كنحطه معه هذ الأشياء كلها القليل من القرونفل كنعمله على الجسد دينا وكنخليه نقوم بطلاء الجسد كامل وكنبقى في الحمام مدة 10 حتى 15 دقيقة ومن بعد نغسله هذا يبقى الجسم رطب جدا وكذلك نحس بواحد الدف لأن القرونفل يحيد الآلام لأن المفاصل لا يقول بأنه دواء ولكن غير تحس بالواحد بالاسترخاء وليغومان ديال ياناندوان هو فيه ذيك الزيوت وزيوت الأساس وهي طبيعية كما خدت لك يعطيك الباريخ واحد لمعة الجسد فأنا هذ شعليش كنشتغل معي ياناندوان من مستحضرات ياناندوان كنخلق وصفات أخرى لكي يمكن لك ترافق وكنستوحيها كذلك من تقاليد المغربية العريقة ممكن أن تخذينا بعض المحطات من تقاليد المغربية بالإضافة للحمام والحنى مثلا مثلا عندنا اليوم دي العرس وكيفاش الزوج كي يوجد الهدايا العروس فكنعرفوا بأن هذه الهدايا هذه والتي تقدم في دول أخرى بنفس طريقة طريقة المغربية كنعرفوا بأن نحن في المغرب عندنا واحد الإبداع وعندنا ونفي يجي الدور كذلك للحرافيين والإبداع لهم اللي يوجدون الأطباق أو الميادي نحن كقلوب الدرجة المغربية الميادي هي عبارة عن قطع قطع يعني صوبة حرافية دوية توضع فيها هذه توضع فيها هذه الأشياء يعني إحنا في المغرب دائما كننبغي أن كما كقول الميادي كنقدمها بواحد العدد اللي هو أمبير يعني إما ثلاثة ديال ميادي أو خمسة ديال ميادي أو سبعة ديال ميادي هذه فقط تقاليل اللي هي شميلة ضروري ما كتكون عندنا واحد الميادي اللي كنعمرها بالتمر كنعرفوا بأن التمر لا يمكن أن نمشي للعرس المغربي ويكون موجود فيها التمر تمر معمر هنا كما قلت لك هذا التقاليد اللي فيها جميل هو أنها دائما تزيد القدام تزيد عندها واحدة استمرارية عندها المنبع ديالها من الجذور والأصول المغربية ولكن تهي كتجدد وكتمشي القدام لك التمر كما قلت ولت عدة طرق باش يمكننا أن عمرو التمر وهذه بعض الطرق اللي كان نوجدها بعد باخدينها كذلك من ثقافات أخرى بحال التمر نعمره بالعجين ديال اللوز اللوز اللي كنديرو فيه بعض الألوان إما الأخضار الأحمر الأبيض ولا كل شي يبغي يدير لون واحد الأبيض طبيعي وكذلك نعمره إما بالزنجبير اللي كيكون معسل أو اللب الليمون ومعسل يعني هادو أشياء اللي هي جديدة لونتيا كان نقدمها مع التمر المغربي ما كانش عندنا متواجدة من قبل لونك هادو طبق هادو الميدة هادي كنديرو فيها التمر عنا الميدة اللي يجميل بزاف كنديرو فيها الحنة والورد نعم وكن نقدمه كذلك واحد بحال ديبوغس اللي كيكونوا عامرين بالحنة والورد وهادو كذلك كانش الصانع المغربي أو الصانع المغربية التقليدية اللي كتت تدير فيهم أحد اللمسة ديال الترز وكننا عفو بأن الترز المغربي معروف جدا ومحبوب كذلك يكونوا عامرين بالورد والحنة عنا كذلك ميدة ديال المجوهرات لأننا كنعفو بأن الزوج يقدم مجوهرات للزوجة وهذا في حين ما إذا جاهتي نفسي عرسي مرحبا مرحبا وأهلا وسهلا جميع المستمعين مرحبا بكم في المغرب دولة كرم دولة اللي تستضف الناس بوحد الأياد مشتوحة وبصدر فمرحبا إن شاء الله نتمنى أن يزورك تقم كافيشو إن شاء الله في مدينة الدار البيضاء صح مدينة الدار البيضاء هودا جنان نورتي الأستوديو شكرا على هذا الحضور طيب والجميل شكرا شكرا لك نتمنى لك كل توفيق شكرا لكم كان نشكركم كذلك على هذه الاستطافة هذه مررت معكم واحد الوقت اللي وممتع بزيز كانت مننا من هذا المنبر دي لكم السلام والسلام والسلام يعني مننا إن شاء الله جميع فإحنا بحاجة لهذه الأيام هذه آمين يا رب آمين وتحية لكل النساء اللواتي يتابعنا صباحنا هذا الصباح على أثير منتكر للدولية نتمنى إن شاء الله هدى أن تكونين معنا في فقرة في برنامجنا فقرة كوتشينغ تقدم فيها نصائح صباحية وإن شاء الله إذا كان عندك وقت سنكون سعداء بتشرفك إلينا في هذه الفقرة مرحبا شكرا شكرا شكرا